السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا في هذه الحلقة هنتكلم عن الإصمار الرياضي من سلبيات وإيجابيات معنا في الفقرة الأولى الكابتن هاني البشبيشي مدرب نادي أسمنت حلوان لفريق الشباب أنا هسنا كابتن هاني منورنا كابتن هاني الحمد لله وإن شاء الله في الفقرة الثانية لاعب مميز لاعب جيد من لاعبي العد منهور السابقين اللاعب عادل القزاز في الفقرة الثانية وفقرة ديوء مواهب على الطريق كابتن هاني في بداية هذه الفقرة الإصمار الرياضي ما له وما عليه الإصمار الرياضي بقى مخيف الناس دلوقتي يعني بقى الوضع مريب ومخيف في الأولى الأخيرة سفر للخارج ملك الشباب بتأخذ للعب مكان الأندية الكبرى يعني فيه مهاترات في هذا المجال فأنا عايزين نبدأ بالنسبة ليه سلبيات هذا المجال الاستمار طبعا كابتن أحمد شرفني أن أنا أكون متواجد مع حضرتك أحبك أدري هنتكلم في الجزئيات السلبيات اللي هي المشكلة اللي أن هي السلبيات أكتر من الإيجابيات تمام وهي دي اللي قدت فكرة سيئة عن الاستثمار والناس يبتدت تبقى عندها خوف ده قد واخد فكرة مش قد كده بسبب الناس اللي بتبقى دخلها هدفها الأول اللي هو الربح تمام الفلوس وبرضك بيقى فيه مشكلة برضك تانية لأنه هو الاستثمار بيتجزق أجزاء كتيرة تمام من مدرب لمستثمر سمثار أو وكيل لعيبة فيه مشاكل بتبدأ من أنا من رأيي يعني موجه النظر بتبدأ من عند المستثمر تمام لأن المستثمر هو اللي قادر هو اللي ملم بالدنيا كلها يعني يقدر يجيب مدرب كويس تمام يقدر يتعامل مع وقله يبقى لازم أن يكون مؤهل أكيد طبعا أكيد المستثمر بيمسك رئيس قطاع الناشئي أكيد أكيد يا كابتن والله وللأسف يعني برضك بعض الناس مارس التركورة مش هقول إنه هم معرفين في المجال مارسوا فقط لغير أه بس برضك يعني لكن ما عندهمش الخبرة ولا الدراية الكافية إنهم يؤهلوا لازمسك رئيس قطاع إنه ينتقل مدرب جيد عنده الخبرة عشان أولاد الناس هو هدفه الأول والأخير يا كابتن الفلوس فهو ما بيدورش المدرب كويس تمام ممكن يجيب مدرب يشغله بربعمائة جنيه خمسومائة جنيه مبلغ فيه كلام ده فعلا فيه يا كابتن وفيه والله فيه بدون مقابل آه كمان آه وصل يعني المهم يشغله فاس بس يجب للاعيبة المدير الفني آه ممكن بيشغله بنسب يعني إنه هو يجيب له لعيبة وياخد بنسب طب بالنسبة بقى لإرقام الخيالية اللي احنا بنسمعوها يا كابتن عاشر تلاف وسبعة تلاف وتمان تلاف والأرقام الخيالية اللي احنا بنسمعوها ما دي بقى للجزءات الثانية اللي هو ما أنا بقولك هي إزاء المستثمر هي مستثمر المدرب وكيل أو سمسار أنا بعتبره سمسار تمام لأن هو بيجي السمسار ده يجيب اللعيب تمام السيان النادي بياخد 4000 أو 3000 بيتفق مع اللعيب طب الواد بياخد حقه يا كابتن دفع المقاوعة هل بياخد حقه فعلا من تدريب جيد لمدرب جيد ما دي كمان برضو ككابتن دي بترجع للمنظومة نفسها للمنظومة ذات نفسها آه طبعا يبقى إحنا نتريس بقى يعني ولي الأمر يتريس طبعا ويشوف يتأكد هو رايح لمين ما دي بقى كابتن المشكلة إن بعض الوكل أو السمسارة اللي هما في المحافظات يعني أولا الأمور ده هاتي يعني يعني مش عايزة أقول المفهود يعني وعيين في ثقافة لا ما عندهمش الوعي يا كابتن في دراية طبعا هو رايح فيه إنه جاي منين لا أكيد لازم أن يبقى حادي موجودة للأسف ما عندهمش الوعي فبيضحك عليهم بالكلام تعالى ود ابنك نادي في الكاهرة السيان مثلا درجة ثالثة درجة رابعة والسنة الجاية هودولك الأهلي على طول كده ما هو بقى ما هو بيلعب الكلام معسول ما هو كابتن وعود زائفة طبعا طبعا ما فيش الكلام ده أنت مفروض الولي الأمر عارف ومشكلة إن فيها ولي أولي أولي أمور مش عارفة مستوى ابنها تمام فبنها يقول لها أنا كويس فيجي ويرح دفع له المبلغ ويقوله روح طب حجم اللي أنت اشتغلت فعندها إساسمار طيب كلمنا عن بعض السلبيات ولكن فيه طبعا إيجابيات طبعا أكيد منها مثلا الولد مثلا بيتمرم بيمرس الرياضة بدأ بعيدا عن الانحرافات طبعا طبعا الولد ممكن يعني يعني عنش يبقى لعب كويس جدا عنده 50-60% مع مدرب جيد حيطور قداء والمستوى لأفضل حصل كتير يا كابتن الله فيه أمثال عندك فيه أمثال كتير طبعا الواحد ما بيحبش يعني يتكلم عن نفسه تمام بس فيه لعيبة كتير جدا الحمد لله تلق من تحت إيدي وكانوا جايين يمكن أول مرة يلعبوا هو ملعب 11 تمام أو يشاركوا في دوري اللعيبة يا كابتن الاستثمار الاستثمار جيد والاستثمار كويس للعيبة 50-60% تمام أنا بنصح أي العيبة 50-60% لأ أنت هو الاستثمار أنت هو ما فيش قدامه غيره لأن أنت دلوقت أنت 50-60% مش هتروح بس إحنا برضو كابتن إحنا حقيقة الاستثمار بمفهومه المنتشر ده الاستثمار طبعا خاطئ ولكن الاستثمار اللي هو بمفهومه الصحيح المفهوم الجيد اللي هو الولد اللي هو المميز أو الموهوب اللي أنا برعاه كمستثمر وبصرف عليه وبديله حقه تمام وطلعه طبعا إيه إحنا بنتكلم في السلبيات تمام إحنا نسي ما دخلناش على الإجابيات دي من ضمن الإجابيات يا كابتن تمام اللي هو أن أنا ممكن أخد 5-6 لعيبة تمام أصرف عليهم تصرف عليهم وهتسوقهم تمام يعني ما يكون 5-6 لعيبة لو سوقت منهم اتنين بس فأنت أنت كسبان أكيد طبعا أنا عندي لعب اسمه أحمد مطوع كان في النصر التعديم من ثلاث سنوات الولاد ده يعني كان لعب جاي جدا وكان معنا في النصر التعديم دلوقتي في بسم الله ما أعمله عادة في الناد الأهلي موليد هو 99 ولعب جاي جدا اللعب من المميزين اللي حيتعاملهم عارب إذنها في الفترة لأن يا كابتن يا كابتن أحمد بدوم مجاملة طبعا حضرتك مفيش كلام طبعا حبيبك طبعا حبيبك طبعا اللي مارس فعلا غير اللي ما مارس أكيد طبعا واللي حصل برضو على دوراتي ممارسة وحصلت على دوراته وفي تثقيف ده بيفرق مع التعامل مع المدربين مع اللاعبين مع أولياء الأمور الثقافة برضو لها دور يعني دور جيد ودور إيجابي ولكن اللي احنا بنشوفوها هذه اللي احنا بنشوفوه ده على الموقع التوصل التهريج لا يمت بالرياضة بصلة واحد واخد لك معسكر في مكان معين واتعالا نسفره ومش عارف فين حنصفر اللعيبة مش عارف إيطاليا النرويج ده كتير جدا يا كابتن لعيبة بتكلمني على موضوع السفر ده تمام يعني اللعبة كتير قوي بتكلمني الحمد لله هو الواحد يعني الحمد لله سمعته معروف في المجال تمام فالناس بتبقى عندها سيكة شوية فيه أو في أي حال لا لازم أن نحذر طبعا أولياء الأمور وكذلك اللعبيين الله يبتكلمون يا كابتن يقول لي الكابتن فلان مش عارف مين ويبعث لي سورة يقول لي هيصفرك لا وهدفع خمسة وثلاثين ألف لا لا هصفرك فبقول له أنا ما عليش في المو أنا ما نصحبش أن أنت تسافر أيوة لسبب أولا الولد معلش لسه مغمور ولسه ملعبش في نادي ولسه أصلا طب إنت فعلا ملعبش طب إنت كلاعب إنت كلاعب عايز سافر تمام يبقى لأنت لازم أن تكون جيد ومؤهل في بلدك يعني موجود في نادي ممتاز ألف فممتاز به معمول لك عقد لعب كل القدم محترف يبقى لك بطاقة دولية لكن مغمور وهو وتسافر صعب يا كابتو فيها برضو صعوبة للغاية كمان صعب جدا بس المشكلة اللعيب عندنا اللعيب عمتا في مصر عايز يوصل بصر يعني أنا كل كل كلامي مع أي مجموعة ما ينفعش طبعا أو أي فرقة بمسكة أنت لسه بتبدأ الخطوة أنت لسه بتبدأ درجة درجة مش موضوع بأن أنت هتطلع بطيارة مرة واحدة لازم تتعب وتتبهدل في الكورة وتروح هنا وتمشي وتروح هنا الموضوع مش سهل طيب كابتن هاني بن عايزين نتكلم بقى بكل جراء عن الانتساب هل الانتساب طبعا فيه ورد كلام وفيه دراسات في الاتحاد المصر اللي قعد القدم بيقول لك استثناء لندية الممتاز ألف فقط تمام اللي احنا ننتسب الأولاد تلعب في مناطق الجمهورية إذا كان قاهرة إسكندرية أجيزة ولكن برضو فيه رأي آخر بيقول لك الانتساب ما فيش استثنات لأي نادي دي إجراءات بتتخذ أو اقتراحات الاتحاد المصري بيدرسها وضع اللاعبين أو المدربين حيكون إزاي الوضع حيكون إزاي في حالة عدم الانتساب هيروح يلعب في منطقته وهو كده مضطر أن هو يلعب في منطقته ده الحل الوحيد لكن الشرق في دوريات مثلا غير مفعلة أو دوريات معمولة كده لا 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 غير تابعة للاتحاد ده غير تابع الاتحاد المصري. لا. ملاحش لازمة. ملاحش اي لازمة. لكن الولد المفروض يلعب مسابقاته في النادي اللي هو تابع لي. وانا انا بناشط طبعا اتحاد الكورة. كابتن محمود سعد طبعا. تمام. اه في حتة الانتساب بالنسبة للبراعم. اه دي اه مفروض تكون تبعى موجودة. تبعى موجودة. دي مهرجانات وكده كده الولد بمش اه الولد مثلا يعني فيه اندية اه بتلعب دوريات. اه. ضعيفة جدا او مفيش دوريات. يعني شبه مفيش دوريات. اه. فدي بتأثر على النادي. تمام. يعني هنا النادي هو اصلا النادي هو ايه براعم نشيئين فريق اول. تمام. فده كل ده بيأثر على البراعم. اما بالنسبة للجمهورية دي اكاد فكرة كويسة جدا. وانا بصراحة يعني الموضوع ده عجبني جدا انه يبقى فيه بطولة الجمهورية. لاندية الممتزبة. تمام. ودي بتده قوة للمسابقة. ام برضو حيدرسوا قرار برضو اللي جلنا برضو من الاتحاد او مزة مسؤول بالاتحاد. حيدرسهم هذا القرار اللي رجعوا فيه. لانه هما بدأوا بالفعل اه ان دوري جمهورية للنشيئين لاندية الممتاز الف. ودوري جمهورية للنشيئين لاندية الممتاز به. ولكن اه تم الغاء. ولكن برضو اه دراست هذا القرار جيدا بعد الغاء. طيب بالنسبة لدوري الجمهورية به لو اتعامل. او هيبقى شكله كويس. هيكون فيه قوة للمنافسة. او طبعا. يعني تعيدني في هذا. كبت ان انت بتبص على اندية لها اسماء. انت مببصش على اندية معمورة. يعني انت بتتكلم في في الزرقة. بتتكلم في في الرجاء. بتتكلم في اسمانت السويس. بتتكلم في انتخب السويس. اه. انتخب السويس. لا في اندية كبيرة. في اندية كبيرة برضو لها تقولها ووزنها. اه طبعا. اه طبعا. محتاجة. الاندية دي بتبقى محتاجة مسابقات قوية. ليه? لان الناشئين دي ما هو ده بيناتج للفريق الاول. ام. فانما يكون الولد بيلعب مسابقة قوية. بيقدر النادي يقايمه. تمام. اه طيب بالنسبة كابتن هاني بالنسبة اللي اه كلمنا عن بعض السلبيات الموجودة في الاستثمار. ارياض بمفهوم الخاطئ طبعا. اه ولكن في بعض الايجابيات اللي احنا بنقولها للعبين. اه اللعيب ممكن يقولك يجيلك موهوب. تمام. اه الموهوب ده وضع هيكون ايه? هل المستثمي قولك لما يلزمنيش? والله يا كابتن انا انا اشتغل. او راح لك شوف نادي دوره ممتاز مسلا. انا اشتغلت في اندية كتير. اه فشفت شفت العجب يعني. الموضوع اه اه ممكن في اندية بتيجي تقولك لا انا مش عايز لعيبة موهوبين. ام. بس انا واحد من الناس. واحد من الناس. تمام. بشترط ان انا اي فرقة بشتغل فيها لازم يكون فيها حوالي سبع لعيبة صوبر. تمام. لان انا مش اه. السبع لعيبة الصوبر دول. ام. قوام فرقة. قوام فرقة. حيخلوا شكل الفرقة جيد. حيبقى لها لوضع. بيساعدوا زميلهم اللي هم. بيساعدوا المدرب. بيساعدوا المدرب. لان المدرب معلش يا كابتن ممكن يكون اسم ومدرب جيد جدا. للأسف شديد ممكن معا فرقة لو مش هتعبنة جدا حيوقعوه. ما هو يا كابتن بترجع للمدير الفني. انا واحد من الناس ما بيشتغلش في اي فرقة بدون اه على الاقل السبع لعيبة صوبر. اه اي لعيب اي نادي بي. انا بروحه بلاقيه بيتكلم في ان لأ ما فيش لعيبة صوبر. هتتأيد. ام. فبعتزهر له على طول. تمام. لان العملية بتبقى صعبة جدا. تبقى صعبة طبعا على المدرب لان المدرب طبعا اسمه. او في الاخر يا كابتن ما هو في الاخر الفرقة دي بتروح تاخد تغلب سبعة وتمانية اوه. تمام. ونتاج كبيرة يعني. تمام. طيب بالنسبة يا كابتن هاني يعني عايزة اتكلم عن اه قوة المسابقة للناشين. هل فعلا هي قوية جدا ولا ضعيفة اه ولا وضعي. لان طبعا كان استحداثهم مصابقة كأس مصر اه لدوري الناشين او لفرق الناشين وبعدين اتلغت. بعدين كانت حاجة كويسة برضو كابتن وبردو معرفش ليه تلغت يعني. اه مسابقات الناشين يا كابتن يعني برضو للأسف البطولة بتاعت المنطقة سويا في اي في اي منطقة اسكان الكاهرة جيزة اه اسماعيلية السويس هي ما بتبقاش كوية. تماما كابتن. بصراحة ربنا يعني. لان معظم الان ديها كابتن اه كلها استثمارة. تماما. فالمسابقة بتبقى ضعيفة. اما لما يتعامل بطولة اه جمهورية اه الانديت الممتاز به. انا عشان كده بقول لحضرتك دي هتبقى بطولة كوية جدا. ام. مميزة جدا. وهيبقى فيها تنفس يعني الاندينا دي مميزة زي بطولة الكتعات. تمام. بيبقى بها لها لها وضعها برضو. اه طبعا كابتن. تمام. طيب بالنسبة برضو كابتن هاني. اه الاتحاد المصري هل هو مسؤول فعلا مسؤولية كاملة عن اللي بيحصل عن المهازل. ولا حيكون فيه تقنين للأوضاع. ولا هو سبها كده سمك لبن طمر هندي. هو كابتن سبها. لان فيه مداربين مش معتمدين ولا حاصلين على دورات. ولا حتى يعني معلش اصحاب بها انحرفية دخلوا في المجال. المجال بقى مجال للملهوش مهنة. لحقيقة. حقيقة كابتن. هل الاتحاد حيفضل مغمض عينيه ولا امتى حيفوق او حيفيق الاتحاد عن هذه المهاترة. انا ما اعتقدش انه هافيك يا كابتن لان انا كان في مناسبة كده في دورة اه تابعة للاتحاد المصري. ام. فاتكلمنا في الجزئية دي مع شخصيات بدون ذكر اسمائهم في خلال الدورة. تمام. فقلنا لهم اه بالنسبة للانديال الاستثماري والوضع دولوقتي طبعا كل الناس ببيع. تمام. فهو كان ردهم كلمة واحدة قال لك احنا نعمل ايه? نعمل ايه? ده اصلا انت الام انت المنظومة. ما هو بقى كابتن ده لت المنظومة يعني. الانديا معزورها. فيه انديا خلاص مش قادر الموارد بتعايدها ضعيفة جدا. ما هو بقى. فعلا. او الظروف الوباء اللي كانت متواجد. ما فيش موارد نهائية. هو بيبدأ الصح. انه يبيع مثلا بموجة مثلا شركة معتمدة تمام. انه يبيع فرق القطاع لمستثمر. بس المستثمر ده هل هو مؤهل ما هي دي النقطة طبعا. النقطة دي بقى كابتن. مؤهل او غير مؤهل. ما هي النقطة دي يا كابتن ان هما مفروض حتى على الاقل. على الاقل. اي نادي هيبية لأي مستثمر لازم يكون للمستثمر مارس المهنة معه شهادات. تمام. وراجل يكون معروف في المجال. لان في ناس ما لهاش علاقة بالكورة يا كابتن بتاخد الكطاع. وبيجيب اي حد. اي حد يعني مش هقولك حد يكون فاهم. اي حد يمسكه رئيس كطاعه يقول له هات مدربينك واشتغل. وده اللي بتفعل المتواجد يا كابتن. عيل عنده ساعتاشة السنة. جاي مدربين اكبر منه. تعالوا يلا. فعلا يا كابتن فعلا. واحد لسه مخلص دوري قسم ثالث. يلا هات مدربين لسه بتلعب كورة. خش اتمران بس هما هي. يا كابتن الاندية. فعشي فعلا. الاندية برضو عندها مشكلة. تمام. الاندية بتبص على المادة. صح صح. ما دي فيه ناس بتخش يا كابتن بتخش النادي. بدون ذكر اسماء وعارفهم. ناس مستثمرين بيخشوا عن نادي. يتكلم يقول له انا مسلا هجبلك هعمل لك ملعبين خماسة. هااا. بس الانتقاء يا كابتن. هغطل. مفيش مشاكل. انا انا كنادي ببص على المادة اللي جايالي. تمام اللي هي هتخليني اه فيه افاقة شوية. ولكن الاسم اده نقطة. النقطة التانية اه مين اللي حيمسك قطاع كرة القدم. فعلا صح. معلش مش وعي جلم الشارع ادي له قطاع كرة القدم. للأسف شديد اه اصحاب مهن حرفية طبعا فوق الدماغنا اصحاب المهن الحرفية. ولكن دخلوا في المجال. اه ساب المجال بتاعه. فعلا. معلش باع نبيب اه دخل. اه اسف في الكلمة فني دوك وصيارات دخل. يا كابتن انا. حاجات كتيرة خالص انا اسف طبعا للمهن دي فوق دماغي والله. لا الناس دي كل احضر. ده شرف واحترام. وشرف طبعا. ولكن احنا بنتكلمهم يعني معلش باية مهنة كرة القدم. والاتحاد المصر لكرة القدم هو المسؤول الاول والاخير. هو المنظومة الام اللي هي بتراعي ابنائها. هي المنظومة الام اللي بتمشي للافضلية. لكن في مصر السمك لبن طمر هندي. الامور مختلفة تماما. مهاطرات. اه المجالات اي حد لبس ترينج وكاب بقى مدرب. يا جماعة نصيحة الاولياء الامور. قلوه بعد ازاك بطاقتك. المدرب قوة القدم مكتوف في ظهر البطاقة المهنة. مدرب قوة القدم. قلوه بعد ازاك المستثمر ده او المدرب ده اللي بقول لك هاد. وهنصفالك ابنك ليبيا. او هات عشرة تفجين عشان سجيلك في نات درجة تانية. قلوه بعد ازاك بطاقتك. ما تتحرجش. اصفوزو انت حتتفحها. ما تتحرج. شوفو. ده مؤهل. هيبقى امين على ابني. قلوه بعد ازاك بطاقة. هتلاقيه فن ديكو. هتلاقيه باع نبيب. باع خرضوات. ما احترامي برضو للمهن باكرر. احترامي لهذه المهن الشريفة طبعا. ولكن للأسف الشديد مهاطرات والله. انا شفت في بطاق بعض الناس. مش عايز اتكلم. حاجات كثيرة وكوارث. بس من المسؤول. هي دي الكلمة. من المسؤول عن هذه المهاطرات. اولادنا امانة في رعابتنا. لان اولادنا كابتن هاني طبعا. معلش لازم ان تكون في ايدي امينة. للحفاظ عليهم من جميع. لكن انا للأسف الشديد. يعني للأسف الشديد. انا بتجي لي معلومات. ان في مدرب قاعد في شقة. ومع اللعيبة. وللأسف الشديد. مش عايز اقول كلمة. يعني كلمة بيخة قوي. يعني في حاجات مش قادر اقولها. يعني المفروض يبقى فيه انتقاء لهذا المدرب. او انتقاء لهذا المدير الفني او رئيس القطاع. لغن الامور للأسف الشديد على الساحة الرياضية في مصر. لا تصلح انت يعني تقوم او بناء اه شباب وناشئين اه لخدمة الكرة المصرية. فعلا يا كابتن. هو فعلا كل كلام حضرتك امية في امية. انا ممكن اقول كلمة ممكن ممكن تكون حاجة بسيطة. ممكن النادي يا كابتن يشرف. يشرف على. لجنة فنية. لجنة فنية. ده التراح جيد. اه. لجنة فنية. انت جاي بمين مدربين مشغلهم معا. تمام. معهم مشاهدات ايه? اه انت بتعمل ايه? سيد رضا اه ريعوا طبعا اه من محافظة البحيرة وبالأخص من مدينة كفر الدوار. اهلا وسهلا سيد رضا. هلو? اهلا بك سيد احمد والله خليه اغبارك ايه اغبار البحيرة. وقت التلفزيون بس معلاش. وقت التلفزيون بس. اه اه معاك تفضل. ماشي. مع معي? اه تفضل. طبعا انت في الوقت اه. اللوقت الحية فعلا في كل دقانة المطرية. وابرنامج ذا برنامج هادف فعلا. اه فعلا انا ببارشك على مسابس اه اه تحرك طبعا دي بطعن الشيين في هذا الزرقة. الله خليه. ان شاء الله بسيط. اقول لك على الهواء. اقول لك على الهواء. اقول لك على الهواء. فنحنك. وبنتقبيه ان شاء الله بجد الله. ان شاء الله. شكرا جزيان استاذ رضا ريعوت من مدينة كفر الدوار. اه كابتن هاني يعني عايز اتكلم برضو ما زلنا في الوضع المغزي وطبعا والمعيب طبعا لان في اهنات لمدربين للأسف الشديد في مدربين يعني مدربين مدربين كورة للأسف الشديد بقى خلاص مش عارف بقى ده ده زميل المهنة بيبصله نظرة يعني نظرة يعني غير طبيعية نظرة حولها علامات السفهام ده زميل في المهنة لما يلاقيه واخد فرقة وهو بقصلا بيكاتشن مش عارف يكاتشن على الخط لان فقد الشيء لا يعطي مش عارف فبيستغرب يعني في مدربين مؤهلين بيقول لك ابتالي احمد للأسف الشديد لما بسمع لان طبعا اتعافي المنطقة الفنية قريبا ما بين الافراد او المدربين بسمع حاجات مش موجودة في الكورة بسمع حاجات مش موجودة في علم الكورة خلاص اي حاجة واي كلام بيتخذ فانت اي رأي في الكلام ده لا ده حقيقة الموضوع ده موجودة كابتن في عندي بتلعب جمهورية تمام كلام ده موجود كمان اه طبعا يا كابتن موجود طبعا انا في موقف كده اللي كان حصل معايا ما كنت ماسك نادي غازل السويس كابتن طبعا محمد شرف مدرب كبير من الشخصيات المحترمة جدا لا في مدربين صراحة ماسك وغازل السويس كابتن محمد شرف لا كابتن محمد شرف بتاع الاهلي بتاع الاهلي اه 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 تمام فكنت بقى لعبه مباراة ودية ويعني الرجل بعد المباراة قعد معايا اكلمني قال لي يا كابتن هاني كابتن مدربين المحترمين انا حتى وانت بتكلم مع لعبتك بطولهم حطوا القرى على ارض ولعبك قال لي انا في اندية في بطولة الجمهورية ما بتتكلمش بتعافش الكاتشن انا بتعافش تكلم على لعب بطولة الجمهورية يعني داره ممتاز بطولة الجمهورية يا كابتن والله قال لي يا كابتن كل يعني اي ماتش بلعب عشان نادي الاهلي مثلا بلعب مثلا طنطة او بلعب المدرب شيل يا كابتن الكرة مش كده الكرة مش كده خالص تمام لازم تعاود لعبتك ان تلعب كرة على الارض ولازم تتكلم على لعبتك اه كتير في كل لعب تتكلم مع الواحده تمام عشان يقدر اللعبة اللي هي الخمسين ستين في المية دي يا كابتن تستفاد برضو تستفاد الاولاد جايين في صفر مقيمين خارج كابتن بيوتهم لعب جاية كابتن عايز يحقق حلمه اهله دفعيله في مبلغ عشان نفسهم يشوفوا ابنهم حاجة كويسة فييجوا يلاقوا مدرب معلش يعني لا يفكي شيء عن الكرة هو اللي ماسك الفرقة والعملها بالنسبة لهم سنة بتعدي من عمر الناشئ ما بيستفادش بها باي حاجة تمام نهائي طيب بالنسبة لكابتن هاني في ختم هذه الفقرة حابب توجه رسالة لمين وهدفها ايه؟ والله انا اوجه رسالة في كذا حد عايز اوجهه رسالة يعني همتا بس ابدأها بالتحاد الكرة تمام لازم تبصوا للموضوع الاندية الاستثماري ده رقم واحد نظرة موضوع الاستثماري نظرة للموضوع الاستثمار داخل مصر لازم يبقى فيه على الاقل اهتمام شوية وفيه اشراف من المنطقة ومن اتحاد الكرة على الموضوع ده تمام وبرده على الاندية ما همش يدعب المستثل بها هم هنشرفوا على الاندية والاندية كابتن محمد رشوان طبعا مدرب حراس مرمى براعم نادي الزرع الرياضي اهلا والسلام كابتن محمد السلام عليكم كابتن احمد عليكم السلام احمد الله اغبارك الحمد لله كابتن مستثل وسلام يا كابتن عشق كابتن محمد اهلا والاه احمد قلنا كده اخر استعدادات حراس براعم نادي الزرع الرياضي ان شاء الله كده اهلا ان شاء الله خير بإذن الله منظومة محترمة تحت قيادة محترمة إن شاء الله نعم الفترة الجاية فيه شغل كود إن شاء الله ويعني نأمل أن يكون إن شاء الله بإذن الله لنا بطمة في مكاننا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله المدربين المتوجدين بقى كابتن في قطاع البراعم يعني تشكيلة جهزة الفنية البراعم اللي إن شاء الله لحيتحدد غدا بإذن الله بالنسبة لحراس مرمى البراعم كابتن محمد إيه الرؤية المستقبلية لهذه لهؤلاء اللعبين كابتن أحمد إحنا إحنا في مصر النهاردة يعني المنظومة لحضرات نتكلم فتحت مجال في الاتثمار الرياضي فالاتثمار الرياضي فتح الدنيا للناس كلها فالشعب المصري كلنا أولادنا بيحلموا إنهم يكونوا لعيب كرة طبعا محمد صلاح عمل تفرق كرة في مصر وأولادنا كلهم بيحلموا إنهم يكونوا حاجة في الكرة إن شاء الله بإذن الأولاد برؤية كويسة إن شاء الله وإهتمام شوية بيهم في حراس مرمى كويسة وفي مصر يمولاد دائما حراس مرمى وإن شاء الله بإذن الله يكون الفترة الجاية معنا في حراس مرمى كويسة إن شاء الله إن شاء الله ونكون نوايا لأنديك مصر كلها إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله شكرا جزيلا كابتن محمد راشوان مدرب حراس مرمى براعي من نادي الزرق كابتن هاني طبعا في ختام هذه الفقرة طبعا حابت واجه الشكر لمين أنا والله دلوقتي نفسي واجه الشكر طبعا لاتحادي الكورة ومنطقة الكورة بس طبعا الحاجات دي اللي هي البسيطة اللي احنا تكلمنا فيها دي يعني إن شاء الله تكون الفترة الجاية دي إن شاء الله يبقى فيه إصلاحيات بإذن الله آه يا ريت يعني لأنه المشكلة من كل ده عكابتن لمنتخب مصر بعد كده تمام دي المشكلة يعني فربنا يكرم إن شاء الله وكون الفترة الجاية أحسن إن شاء الله طبعا في ختام هذه الفقرة بحب طبعا أشكر ضيفي الكريم الكابتن هاني البشبشي شكرا جزيلا كابتن هاني حبيب يا كابتن أحمد واتشرفت بوجود معك الله يحسن الكرام والله شكرا جدا حبيب كابتن هاني طبعا حنطلع لفاصل ونستقبل الفقرة الثانية فقرة مواهب على الطريق ومعايا لعب من اللاعبين المميزين اللاعب عادل الأزاز في الفقرة الثانية حنطلع لفاصل ونعود لهم سريعا إن شاء الله